السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة شهيوات فطيما وصفة اليوم ان شاء الله تكون عبارة عن طريقة تحضر بسبوسة بالياغورت كتجي لدي ضف المعضة قرطبة وشيشة واهم حاجة انها سهلة وسريعة التحضر كتوجد في وحد الوقت قصير بزاف بنسبة لمكوناتها فحتها هي بسيطة ودوجتك النهائي اللي كانت تحصل عليه ديال بسبوسة فكتجي على هاد الشكل نتمنى ان شاء الله اتنال اعجابكم وتجربوها وانا جربتوه ما تنسوش تشاركو معي تطبيقاتكم عبر الفيسبوك وضع واحد لمورسوكي فما كتلاحظو معي هكذا كتجي من الداخل ده بنخليكم مع تتمة الفيديو وفرجة ممتعة فبسم الله على بركة الله اول حاجة غادي نمدى معاكم باية للكأس ديال الياغورت اللي كيعادل 100 غرام فمن بعد ما فرغتو من ديال كم مياه ديال الياغورت اللي كتكون فيه غسلتو ونشفتو مزيان باش هكذا كنقيس به كل مكونات اللي كتحتاج لقياس بالكأس باش هكذا اللي بنات اللي ما كيتوفرش مثلا على كأس العنباء او للميزان هكذا يعني الكأس ديال الياغورت يحلكم المشكل والمكونات كلها غتجي معاكم مضبوطة يكفي غير تقيسوا به كل مكونات فبسم الله على بركة الله بنسبة المكونات اللي غادي نحتاج فالبسبوصة عندي كأس من زيت ناباتية ما يعادل 100 ميلي بمقياس للكأس ديال الياغورت خنيشة من سكر فانيليا ما يعادل 7.5 غرام خنيشة من بيكن باودر اي خاملة الحلويات ما يعادل 8 غرام كأس من السكر الخاشين اي سكر سنيده ما يعادل 100 غرام بقياس كأس الياغورت وكأسين من الساميد الناعم السميدة ديال الحلوى اللي كنحضره به الحلويات البسبوصة وايضا الحرشة ما يعادل 100 غرام دائما بالقياس ديال كأس ديال الياغورت وكأس من الكوك اي مبشور جوز الهند دائما القياس بكأس الياغورت هنا فكان وضح وكان يعود باشا كده يكونوا معاكم المقادير مضبوطة بالنسبة للبناتين يقولوا ما كيف يفهمونيش مزيان وعندي كأسين من الياغورت جوش كيس عن حكاك ديال ضانون بناكهات الفاني ثلاث بيضات وقبزة صغيرة من الملح فبسم الله على بركتي الله هنا في الخلاط الكهربائي كانوا نضاع الكاس ديال الزيت ثلاث بيضات ديال ما نجربوهم كيف ما درت انا باشا كديرا كانتش بيضة فاسدة كتنحيوها قبزة صغيرة من الملح جوش كيسان ديال ضانون بناكهات الفاني وخنيشة ديال الفاني خنيشة ديال الخميرات الحلوة وايضا كأس ديال السكار كانت تحل مكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيندامجوا وكان نحس بدك الخالط بانه طرب جيدا تقريبا مدة دقيقتين من بعد كنفرغوه في واحد طاصة وعادة باش كنضيف عليه الكوكة وايضا سميدة من بعد كنخلط المكونات مزيان مع بعضياتها فدو الشكل كنحصل عليه ديال الخارطة ديال البسبوسة كيكون خفيفة هنا يفمول اما ديال الزاج اما مول عادي دائري للقطر دياله في ستوارتين سنطيم داك اللي كي تفتح من الجواني بكتدهنوه بزيت نباتية ومن بعد كتترشو علي القليل من السميدة وعادة باش كتفرغو علي الخلاطة ديال البسبوسة كتدخلوها الفران كالطيب كتشعلو لاغير من تحت كتنقصوه لحتك اطيب على خاطره وكتتحمر امكن ليكم تطيبوها فران ديال البوطة او لا فران ديال البوطة انا دائما كنستعم فران ديال البوطة كنخلاح تكالطيب كتجي فيه مزيانة بالنسبة لما كي سؤلوني فاش كان طيب فران ديال الغاز هنا يلتحضر السيرو كنحتاج كأس من السكر سكر سعني دا ما يعادي الميت كرام دائما القياس بالكأس ديال دانون كنضيف عليه جوش كؤوس من الماء اللي تيكونوا باردين وكنحرك المكونات مزيان مع بعضياتهم من بعد كنوضعهم على النار مع التحريك المتواصل تقريبا مدة عشر دقائق صافي كيصب حدنا السيرو جايز فادي لقاتنا البسبوسة ها هي طابت شعلتها لا ملفوق شوية حتى تتحمرات على هاد الشكل صافي كنا بدك نسقيها غيب شوية بشوية حتى تشرب لي الكمية اللي عندي كلها من السيرو ملاحظة هامة إلا كانت مثلا البسبوسة سخونة فالسيرو خسي يكون بارد والعكس صحيح إلا كانت مثلا السيرو سخون كيفما أنا فالبسبوسة باردة يعني ماشي سخونة بزاف حتى أنا مني خرجتهم الفران خليتها واحد شوية عادة بش حضرت السيرو يعني بردت واحد شوية فالسيرو سخون والبسبوسة باردة والعكس صحيح دائما يبتوا تسقيوا أي نوع من سواء كيك أو بسبوسة أو حرشة فواحد فيه مخص يكون سخون واحد بارد كان بقى نسقيها بشوية بشوية حتى تشربنا الكمية اللي عندنا كلها ديال السيرو فكيفما كاتلاحظوا معي هنا تشربت الكمية كلها ديال السيرو بالنسبة للزين فكيبقى لحسب الرغبة بما أنني أنا يعني عملت في الكوك من الداخل بنسبة بالكوك فكنزين للوجه ديالها بالقليل من الكوك أي ما بشور جوز لهن وبالاستعانة بالراس ديال الموس أي سيكين كنا نبدأ نشكل هاد الخطوط كشيء من زين كنخالفهم بشكدا كتعطيني واحد زين كيكون بسيط ولكنه زوين في المنظر كيفما كتلاحظوا معي بالنسبة للزين فكيبقى لحسب الرغبة والاختيار ديالها كلها سيدة فزينوا لحسب الرغبة ديالكم هنا هي كتصبح البسبوسة ديالي جاهزة انتمنى ان شاء الله تنال إعجابكم إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تخليوا لي تعليق محفز وأيضا لايك للفيديو وتجربوا الوصفة وتقول يا رأيكم فيها كنقول لكم بسلام عليكم وفي أمان الله إلى حلقة قادمة إن شاء الله